سيداتي وسادة الأوكرانيون الأعزاء أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة اليوم قضيت يوما كاملا في محافظاتنا الجنوبية أولا أديسا وإقليمها ثم ميكولايف ثم خرصون لقد ناقشنا الكثير من القضايا وموظمها متعلقة بالأمن وحماية دولتنا وشعبنا في أديسا عقدت اجتماها مع العسكريين ناقشنا تطوير الدفاعات الجوية لحماية المدينة والإقليم وموانئ البحر الأسود الأوكرانية وممر تصدير الخبوب الخاص بنا وأود أن أشكر كل من يدافع عن هذا الإقليم ويعمل على تغزيز قدرات دفاعاتنا الجوية في الجنوب كما أتيحت لي فرصة اليوم لتقديم جوائز الدولة للجنود الذين تميزوا أكثر من غيرهم كما هقدت اجتماها مفصلا مع قادة جميع الأقاليم التي تضررت أكثر جراء سوء الأحوال الجوية وهي محافظات أديسا وميكولايف وكيرفهرات وشركاسي وبلطاوة وكيف وقد قدم المسؤولون الحكوميون وزراء الداخلية والطاقة والبنية التختية تقاريرهم في هذا الاجتماع وأشكر كل من عامل هذه الأيام على إعادة حركة المرور على الطرق وإعادة الكهرباء جميع الرجال الإنقاذ في خدمة الطوارئ الحكومية والشرطة الوطنية والحرس الوطني والمرافق العامة شكرا لكم جميعا أمرت بزيادة عدد أطقم الإصلاح والمهدات لتزويد الناس بالكهرباء في أسرع وقت ممكن وإذا لازم الأمر سيتم إشراك قوات خدمة الطوارئ الحكومية ومهندسي الطاقة من المخفزات الأخرى التي لم تتعرض لمشاكل الطقس من المهم جدا أن يكون عدد مراكز الصمود في جميع المحفظات كافيا لأي حالة الطوارئ سواء كانت متهلقة بالطقس أو بالأمن فيما يتعلق بإمدادات التدفئة في أديسا السلطات الإقليمية على استعداد لمساهدة المدينة بكل ما يلزم للترميم بيت المرجل الذي تضرر بسبب سوء الأحوال الجوية وقمت أيضا بزيارة مركز مساهدة النازحين في أديسا وخاصة مواطنين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة وأنا ممتن حقا للإهتمام بهؤلاء الناس مدينة ميكلايف كان هناك لقاء مع أصدقائنا الدينماركيين الذين يعملون على استعادة المدينة إن الرعاية التي اتفقنا عليها نحن أوكرانيا والدينمارك فهال حقا كما حضر الاجتماع ممثلو السلك الدبلوماسي ممثلو تلك الدول التي دهوناها للإنضمام إلى برامج التهافي والرعاية أشكركم على اهتمامكم بأوكرانيا وعلى إيمانكم بأوكرانيا كان هناك لقاء مؤثر ومهم للغاية مع الطلاب ثلاث جامعات في ميكلايف الجامعات التي تعمل والطلاب الذين يدرسون في أوكرانيا ومن أجل أوكرانيا لقد طرحوا أسئلة جدية وأعربوا عن مشاهر صادقة يا شباب يا فتيات أشكركم على هذه المخادثة اليوم نحن نفعل كل شيء حتى تصبح دولتنا بأكملها وجميع شعبنا أقوى وحتى نكون أحرارا دائما وأخيرا مدينة خرسون ناقشنا مسألة حماية المدينة والمحافظة قدم القادة المخليون تقاريرهم حول نتائج بناء الملاجئة الخطط جيدة وأعملوا أن يتم تنفيذها لقد عقدت اجتماعا مفصلا وعميقا مع أفراد الجيش فيما يتهلك بالوضع في الجنوب وناقشنا ما هو ضروري واتفقنا على الأهداف نحن نرى بوضوح ما هي أولويات توريد الأسلحة التي يجب مناقشتها مع شركائنا شكرا لكل من يهتم بدولتنا وشعبنا شكرا أديسا ميكلايف خرسون شكرا لكم على هذا اليوم المجد لشعبنا القوي المجد لأوكرانيا شكرا للمشاهدة شكرا لكم